الكرامة التي تجري خلاف العادة وهذه التي تشبه المعجزة لأنها خرق للعادة المعجزة أن يخرق الله لنبيه العادة لتحدي الأقوام ولعطاء الدليل على أنه رسول من الله والكرامة هو خرق للعادة لوليه ليزيد في تثبيته فقط تصر ولا تغر إذن نتكلمون لهم على هذه إن شاء الله نعطيكم إن شاء الله بعض الأمثلة ثم إن شاء الله سعال نختم هذا الملف بإذن الله ما كنت أريد أن أطيل ولكن ما شاء الله لنبدأ بالقرآن إن شاء الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا أي كفل زكرياء مريم وكفلها زكرياء كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا هي في المحراب وهي حبست عمرها لخدمة بيت الله وليس الذكرياء كالأنثى أي في خدمة بيت الله لأنه لم تكن تعتاد بني إسرائيل أن يكون خادم البيت برأة وهي كانت قد نذرت لله تعالى ما في بطنها محررا ما معنى محررا؟ أي حررته من كل عمل وحبسته في بيت الله المسجد الأقصى بيت المقدس لخدمة بيته فلما جاءت أثى قالت يا راب أنا كنت نذرت لك أن ما أحمله في بطنه إن كان رجلا سيكون إن شاء الله من خدام البيت لكن هذه مرأة ليش الذكرياء كالأنثى أي في ماذا؟ في هذا الأمر الذي اعتادت علي بني إسرائيل لم تكن تعتد أبدا أن تكون المرأة خادمة لبيت الله مع ذلك قبلت المرأة ذلك وذهبت لكي تخدم بيت الله تعالى ولم ترى في ذلك غضاضة وذلك بتأييد الله تبارك وتعالى وإلا أن تخرق العادة هكذا في مجتمع ما أصعب أن تبدل طبائع النهس قد تتغير وتتحرك الجبال من أمكنتها ولا تتحرك الطبائع من نفوس أصحابها ولذلك تخريب الدعاتين لله هم سيد هم اللي يعاني وشكون لأن تغيير العقول هي أشد صعوبة من تغيير جغرافيا الجغرافيا تقدر تجيب البيلدوزير وتقلع الجبال وتدير تحته وقلع تفوت الطريق وتفوت أما الإنسان لا إله يا الله عبد الرسول لا إله يا الله فإذا كانت تخدموا بيت الله تعالى وأنتم تعرفون أن الذين يجعلون ويحبسون أعمارهم لخدمة بيت الله ويبالغون في العبادة يكونون أقل الناس أقل الناس أكلا وشربا ما زاهد في الدنيا لكن كلما دخل عليها كافلها زكريا عليه السلام المحراب محبوس بالله وجد عندها رزق والغريب أن هذا الرزق الذي يوجد عندها ويراه زكريا وهو رسول يجد عندها فاكهة الخريف في الصيف ويجد عندها في الصيف فاكهة شتاء يعني ما غير موجود هذا الشيء قاعد ما كايش هذا الشيء قاعد ما كايش لو أنه وجد رزقا يوجد في ذلك الفصل لما طرحت مئة ألف سؤال لكن يجد عندها ما ليس موجود أصلا ما شيء بحالنا اليوم احنا الحمد لله ماطشة تبقى العام كامل احنا بقال ما 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 التقدم وروح نفتخر الزمان وراه صرعا كما قلت تتقارب رأيك كل شيء قاعد يتبقى تشوفوه شوفوه العجيب لأنك تهيئ الأرض للدجال الذي يمر على الأرض يقول أنبتي فتنبت نبديد راح نغادين إن شاء الله تمرك فيه هذا إذن فهو يتعجب فيقول أنا لك هذا من أين وهو غير موجود وهذه ليست أرضه وحتى لو كانت أرضه وينبت فيه هذا ليس فصله وليس أعوان قطفه ما زال أنا لك هذا فتقول ببراءتها قل هو من عند الله هو من عند الله الله أكبر يكرم الله عبده فيخرق له العادة فيأتي بفاكهة ليس هذا فصلها وفين يأتي بها إلى المسجد وفين في المحراب وهي لا تخرج أبدا من المسجد فقد حبست نفسها على أن تبقى حبيسة في المسجد المحراب أنا لك هذا من أين هذا النبي يتعجب هذا رسول يتعجب يتعجب ممن تكفل بها أنا لك هذا فتجيب يقول هو من عند الله وتزد يقول له إن الله يرزق من يشاء بغير عزم الله ولسه درب دلها هذا الشيء ولماذا كان هذا بين مرأة عادية وبين رسول ولماذا كانت هذه المرأة العادية تقول هذا الكلام الكبير الذي يدلل على إيمان عميق هي رسالة من الله إلى هذا الرسول عن طريق هذه الأمة بشي يقول له وزمه حتى أنت وأنت كبير وزوجتك عاقر لا تيأس من ذريا هناك دعا زكريا هناك أي حينما أخبرته أن الله يرزق من يشاء بغير حساب فالله قادر على أن يخرق العادة فإذا خرق الله العادة لآمته وهي ليست نبيا فكيف لا يخرق الله تعال عادة للنبي هناك حينما ذكرته النبي ذكرته مريم هناك دعا زكريا ورب قال ربي هب لي من قيض الفاكهة لا توجد في هذه الأرض وتأتي بها في غير فصلها إلى المسجد وهي حبيسة فيه فيا من كنت قادر على ذلك فقدرتك لا متنهية لا يحد قدرتك شيء فهب لي من لدنك على كبر سني وعلى عقم زوجي ذريا قال ربي هب لي يا من وهبت لمن تكفلت بها فاكهة غير موجودة على الأرض وجئت بها إلى غاية محرابها وهي تتعبد هب لي أنا مني وهنا العظم مني أنا أكبرت أرشى وأعظام واشتعل الرأس شيبة ولم يكن بدعائك رب شقية هل يشقى من يدعو الله الذي يشقى هو الذي لا يدعو الله قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاكم الذي يدعو وهو موقن ربي هب لي من لدنك يريثني ويرث منني ثم قال الله له يا زكريا إنا نبشرك بغولم قال ربي أنا يكون لغولم عودك وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال ربك هو علي هو هين على الله وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا أنت أنت بذلك كيف غلقتك ولم تكو شيئا بالنسبة لسي درب بهذه الأمور ما اسمه شو شو سكت وجهها أعطي لها ربي حتى كبرت وعطي لها صار صار عطي لعطي لها سكت وجهها وقالت عجوز العقيم حتى كبرت قالوا الملك أتعجبين من أمر الله هل يعجب الإنسان من أمر الله الذي إذا أراد أمرنا يقول لو كن فيكون أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركة عليكم وهل البيت فخرق الله لمريم العادة وجاءها بالفاكهة حتى كانت درسا لزكرياء هناك حينما رأى أن امرأة لا حول لها ولا قوة محبوسة في المحراب تتعبد الله بخدمة بيت الله وأهله والواردين عليه يجد عندها كل هذا فيتعجب إننا نكي هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشازين بغير حساب من يشعب بغير حساب هناك دعازك قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمع لدعاء فنادته الملائكة وهو قائم احتى ويصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هذا خرق عاد هذا خرق عاد يعطيه الله تعالى شيئا لا يوجده في الأرض كلها ربي لكن ظروا حينما حملت جاءها جبريل في صورة بشر سوي قالت إني أعوذ بك أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيها قال إنما أنا رسول ربك لهاب لك غلاما زكيا قالت أنا يقول هاي يعوذ بك كان هي أحده الذي جاءك بالفاكهة في غيري وتعلم منك زكريا ودع الله على كبر سن وعقم زوجه هذا احتنتكين حاجة أخرى سيأتيك الله بأمر أكبر شو شو التدرج في تعليم عبادش فاكهة في غيري موعدها ولد في غيري وجود أسباب الولادة كبير طاعن في السن والمرأة عاقر زيت شوية زيت شوية زيت شوية زيت شوية يأتيها جبريل قالت أنا يكون لغلام ولا يمسسني بشر ولا يكون بغية تعطلت الأسباب لأن مسبب الأسباب هو الله فقد يأتي بالشيء بسببه وقد يلغي الأسباب ويأتي به بكون وأراد الله عن طريق مريم وهو يهيئها أراد الله أن يجسد لعباد مطلق القدرة في الخلق فقد خلق آدم بدون أب ولا أم وخلق حوى من أب ولا أم وخلق عيسى بأم ولا أب وخلقنا جميعا من أم وأب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال كن كن توقات الأسباب لا رجل ولو كن فيكون صف نعم إذا إن شاء الله تبارك وتعالى هنا يجأ قالها سيدة ربه سبحانه عز وجل هنا يكون لها ولا مسني بشر قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس تبقى القضية انتعوه هي جوهر الصراع في الأرض حتى تقوم حتى ينزل من السمع لكي يلغي أكبر فرية أكبر جريمة وقت الأرض وهي أن ينسب إلى الله الولاد دائما نجعله آية للناس ورحمة منها وكان عمرا مقضية زيد فحملته فانتبذت به مكانا قصية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت مع ذلك يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا من سيا فنادها من تحتها عيسى جبريل ملك مشيش ملا فنادها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية هجي متى كانت تحتاج إلى الكرامة لخرق العادة هنا أم حينما كانت في المسجل واش من كانت في المسجل ولا هنا يقولوا لي واش هنا ولا في المسجل واش هنا ولا في المسجل لا في المسجل كانت صحا ومخيرا لاش هنا اللي رأى تولد رأى عند الولادة رأى تار الموتى عند كل زفرة هنا من الحسن ما تبش قال أسباب عناش ما يجي لها شتمر ديري يكتناه يا مسكينة تولد في هذه الحالة التي توجد في المرأة زين في أضعف حالتها وهي تعاني المخار وإنها قبل الولادة عند كل زفرة ودفعة ترى الموت ومع ذلك هزي هزي إليك بجد النخلة ماذا قال العلماء جاءتها الكرامة وهي صغيرة في بيت الله تخدم بيت الله وأهله وحينما كانت تحتاج إلى كرامة حيث هي ضعيفة في حالة إجهاد تام يقول له هزي يا ربي واسبو فهمتم من هذا قانون السببية واسبو فهمتم من هذا قانون السببية كان مبكري ها الاخذ بالأسباب الاخذ بالأسباب هذا هو إن شاء الله هذا هو اللي فهمتم إن شاء الله تبارك وتعال ما زياد من ليه حاسدي من ليه باش تعرفوا باش تعرفوا باش تعرفوا أن الإنسان كلما ازداد إيمانه لا يحتاج إلى الكرامة الله أكبر الله أكبر حينما كانت تحتاج مثلا لتتدخل القدرة الإلهية وجيلها الرزق في القوية اللي ما تقدر التحرك قال له أعزي ولقية اللي كانت صغيرة وتقدر تحرك وتعجن وتخبز وتجيبك لا يأتيها الرزق فقال العلماء هذه لفتة أن صحابة رسول الله أعلموا الناس بالله بعد رسول الله وعفقهم في دين الله لم تكن تأتيهم الكرامات لم يكنهم محتاجين ولكن كانت تأتي لي من بعدهم شكونا ما تابعين وتابعين تابعين أي كلما ازداد الإنسان إيمانا كلما عامله الله وفق إيمانه القوي هزي 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 لكن هي مني كان تهزي من خلق طويلة ولا قسيرة طويلة وهذاك ديال هيتهزز أو لا ما يتهزز ما يتهزز لو كان غي زيتونة ولا شي حاجات تقدر تهززها أما ساق النخلة طويل وانخل لو كان جيب البلده زير وتهز ما تهزز فكيف أنت تهززها كيف أنت تهززها كيف أنت تهززها كيف أنت تهززها ولا يطلب منك إلا أن تأثمري بأمر الله افعلي كما فعلت هاجر حينما لم تجد الماء لولدها ونفذ الزاد صعدت على جبل الصفا وصارت تلوح بثوب من بعيد لعل راكبا أو موكبا يخترق الصحراء يراها فيأتيها بنجدة ثم تذهب مكاش إلى المروعة مكاش لكن افتل الممنيجة من تحت إسماعيل بتدور عليه ما يجيبه لك لا 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 راجل ولا من تحت المهم دلت السبب فالله يطلب منك أيها العبد أن تتخذ الأسباب وليست الأسباب يرتب عليها النتيجة أبدا فقد تتعب نفسك وأنت هنا تؤدي تكلفة مأجور سواء حصلت على النتيجة أم لم تحصل عليها لأن الله قال لك هجي هجي الثالف إن شاء الله تعالى اللي بغيتني يقول لكم تعالى القرآن بغيتني يقول لكم شي حواجة تعالى القرآن إذ تقول للذي أنعمت عليه إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطهر الصحابي الوحيد الذي أكرمه الله بذكر اسمه في القرآن هو هذا الرجل حتى عائشة لم تذكر باسمها إلا هذا في أصحاب النبي زيد بن حارثة هذا مش سنة كونية هذه اسم سنة هذه بحال يلاعش أن يذكر الله رجلا باسمه سيدة ربما أذكر الله أبو بكر اسميته لا عمر لا عثمان لا علي أي صحابي لم يذكر إلا صحابي واحد باش باسمه فلما قضى زيد منهم وطر وهي قضية زيد إبطال التبني القصة ما بغير شاء نقولها لكن أنا اللي كهمني واسمه هذه الكرامة أن يذكر الإنسان باسمه قول العلماء يقولوا لماذا أخص الله هذا الصحابي من دون كل الصحابة بأن يذكر في القرآن قرآن يقول لأيهم كل الصحابة اسمه يقوله كيف يفكروا رضي الله عنهم يبقوا يقوله كل واحد هو اسمه يقول أنتم واسمه تقوله زمان هل لماذا ذلك؟ قالوا لأن الله سبحانه أراد أن يسلي على نفسه لماذا؟ لأن النبي زوجه بقرشية حرة هي زينب بنت جوحشي فلما تزوجها زين كانت بسم الدين لم ترضى بناء على نسبها أن تتزوج بغلام لسيدنا رسول الله فكان يجي يقوله يا رسول الله أريد أن أطلق زينب وما يبغي يقوله يقوله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله الثلثة ربعة فنزل القرآن يقوله 사실 يا ربي وإذا قولي للذي أنعم الله وعلي زيد باش أنعم الله عليه باش بالإسلام وأنعمت عليه انت باش بأن زيد ففككت رقبتها وجعلتها حرة من الله عليه شو زوجت عن النعم وكرهم الله تعالى في أي وعدة وإذا قولي للذي أنعم الله عليه أي أنعم عليه بالإسلام وأنعمت علي أنت يا محمد باش بأن أطلقت أطلقت صراحه جعلته حراً لوجه الله إذ تقول الذي أمسك عليك زوجك أكبر مرتك واتق الله خاف صديق ربي واتق الله وتخفي في نفسك بالله مبديه أي أن الله أخبرك أن كل الذي تمه بأمر الله سيتزوجها زيد وستتزوجها من ورائه وانت تعرف هذا الشيء انت تعرف لأن أخبرتك من قبل علاش حتى يبطل التبني لأن التبني كان متفشياً في الجاهلية فلا يمكن أن ينزع من قلوبهم إلا بعمل له آثار يجدث هذه العادة القبيحة فكان له بد أن يتزوج بها ويدخل بها ثم يطلقها ثم يزوجك الله من فوق سبها زوجناكها علاش لأن زيد مشي بن محمد كان يسميه زيد بن محمد باش ميقولوش بإلا ولده وباش يجي عارفوا باللي مشي ولده لأن رجل ما يديش مرت ولده قالوا من الله هذاك مشي ولده ودعوهم لآبائهم وأقصطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانك في الدين ومواليكم فالله تعالى علاش ذكروا علاش ليسلع عليه فكأن الذي وقع عليه كان يحتاج إلى ترميم نفسه يعني كانت تعمل معايا شوية وكذا وكذا وزوجها فكانت تسلية من الله هذه كرام ما بعدها كرام إذن هذا ثلاثة أردتوا إن شاء الله أن أشير إليهم إشارات خفيفة وما من نجي لتفسير لأحيان يا رب إن شاء الله نقف عندها كثيرة إن شاء الله نمشي إن شاء الله تعالى عند بعض الكرامات تخرق العادة في الأمم السابقة ونجي للصحابة ونجي لكذا وإن شاء الله وإن شاء الله ولكين مقننوا وإن شاء الله هذا يا رب يا رب يا كبر وإن شاء الله يكمل أنا بديه إن شاء الله تعالى بكرامة جريش جريش تعرفوا جريش حينما تهم بالزنازل وجي أبه وقد أخرج من صومعته تعرفوا القصة منه الغالتاني أنا غايم وجي أب الزانية ويتحمل وليدها وقد اتهمته بالزنازل فجمعوا الناس قروا انظروا هذا الذي تثقون فيه ركوا عارفوا الإعلام كيف يجدون المؤمنين وإرهابيين وكذا شو المدينين متهمين في زمن لا دين فيه منين يكون الدين ديالنا سوى عبادة الفرج وعبادة الشهوة وعبادة المال أعدوهم شكون هو ليسان طاهر أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتظهرون قال له تكلمين انتي في المحكمة محكمة كما المال تكلمي أنا هذا الولد اغتصبني هذا قال له لماذا اغتصبتها قال له تسمح سيادة القاضي قال له أنت مشى شوية فتحرك في اتجاه الغلام ثم فاكه أشر بالسبابة هكذا ثم طعنه في بطنه فقال أيها الغلام من أبوك قال أبي الراعي تضجني سأرابة أمتق الله له الغلام يا والكهرب chlorام هو أن وضع ليこلي يشهد لك كي اللي يشهد لك في الزمان creating Dال seusớw يشاهدوا غل مفسدين شكو يشاهد له مسكين شكو يشاهد له شكو شكو يشاهد له البراه ولكن مشهو عندك الغلام مشهو عند الغلام اللي ما زال على الفترة هو يا ربه خليت كل ما هو دل له هاك من عبوك أيها الغلام انتق بإذن الله قال أبي الراعي فلان فبرأه الله لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله تعالى انتوا بك تقرأوا الأحاديث تجدون الكثير من هذه الكرامات بس ببقى الغلام تعرفون كرامة يا الغلام تعرف الغلام الكرام أجلوا أخدوا الذي كان يتعلموا السحرة عند الاخر ويتعلموا عند الراهب كذا فلما احتار في صبيحة في الطريق وجد واسمه دابة دابة تملأ الطريق تمنع الناس من المرور قال اليوم أعرف من هو على الحق ومن على الباطل فأخذ هكذا وحد الحزر هكذا قال إن كان رب الراهب هو الحق فأزه عن هذه الدابة فرمى بحصايا صغيرة هكذا فماتت الدابة فقال الراهب على الحق فأخبر الراهب فقال إنك اليوم أحسن مني إنك اليوم زيد أحسن مني ولكن ستبتلى 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 فأصبح واسمه الكرمات يبرئ الأكمه والأبرصة ويرد البصرة للفقر البصر حتى أصيب الوزير بالعبة فلما طلب الطب في كل مكان فلم يشفى قال أتبحث عن الطب وعندكم الغلام شكوى الغلام لا رأي قراءة تقول فدخل عليه قال لا أنا لا أشفي أنا لا أشفي ولكن الله يشفي قل 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 آمنت بربي وربي الغلام فقال فمرر يديه على بصره زيد فأصبح يبصر وتعرفوا الكرمات الخرين قال خذوا قد تلا الراهب وقد تلا الوزير ولما جاء إليه قالوا آه نازل نتفكه شيئا اذهبوا به في قرقور حتى تصلوا إلى عمق البحر فإما أن يرتد وإما لقوه في البحر واسمو دانا واسمو خسر عليهم أشمل الكرامة أشمل الكرامة اللهم مكفينيهم ب حفظوها الحديث الله صحيح أنتم ما غادي الدراش مختلفة ما يستجملكم شكو عارفين نحنا القلوبة تعالى عاد كنت بقاوة تبزها اللهم مكفينيهم بما شد كيف شد فأغرقهم الله جا يمشي قالوا ما فعل قال كفانهم الله بما شد قال اخذوه إلى أعلى شاهق إما أن يرتد ويؤمن بي ويكفر بدينه الجديد وإما ألقوه من رأس الجبل فذهبوا بي حتى وصلوا إلى أعلى قمة جبل في البلاد قال يرجع عند دينك وإلا ألقيناك قال الله مكفينيهم بما شد وكيف شد فإذا بهم يسقطون ويأتي يمشي على قدميه يا ربي يا ربي قالوا لكم ما تقتلوني شانا نقول لكم قدروا تقتلوني فالقصة معروفة كرامات كبيرة هذا الغلام كامرامات كري كبيرة وكثيرة لهذا الغلام تعرفون أيضا القضية دي آخر مرأة قبل أن تحرق في الأخدود تركوا تعرفواها أولئك حينما تلجلج صدرها وإذا بالغلام أيضا يترك الثدية ويقول صبيري يا أمة فإنك على الحق وألقيته ووليده في النار كلم الله لهذه لكي ينقذها من أن تشرك كلم الله لها الغلام هذه المسائل الكثيرة الثلاثة الذين الذين آبوا إلى غار تعالوا الثلاثة الذين آبوا حرك الله الصخرة بالتوسل بأعماله مصالحة وخرجوا يمشون كرامة إن شاء الله تبارك أما الصحابة فتعرفون الصحابة الكرامات إن شاء الله تبارك الكرامات سارية الجبل كان يخطبوا على المنبر ومن روح دا يتركوا الموضوع ويصرخ يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل والناس لم يفهموا حتى جاء سارية وكان في خرصان وكان قاب قوسيني أو أدنى أن يسقط في فخ المشركين فيحصدونهم حصدا فيأوون إلى الجبل يأوون إلى الجبل ويحمون ظهورهم ثم بعد ذلك ينصرهم الله فيأتي سارية والصحابة بعد زمان والصحابة مع سيدنا عمر فيقول له والصحابة يسمع جزاك الله خارا يا أمير المؤمنين لقد أنقذتنا حينما صرخت فينا عودوا إلى الجبل أيها المجاهدون فإن دونكم عدو يتربسكم وقد نصب لكم في خاخة إذا سقطتم فيها قليلا ما تنجو فينا سيدنا عمر دزلزلت للأرض ديال المدينة في وقته عندكم الخبر هذه دزلزلت للأرض واسموداله واسموداله ضربها هكذا بقدمه وبدرة وقال اسكوني ألم أعدل على ظهرك فسكنت تعرفوا اسمها دار عمر ما متعرفوا واسموداله النار شعلت في المدينة جاءوا عنده يا أمير المؤمنين كتبوا أحد المرأة قالوا يا ناروس كوني بإذن الله قالوا مرميوا هذه فانطفأت عمر بن العاص من اللي فتح مصر كانوا هذوك الناس يديروا أحد البند يعني بعطيوها للنيل بشي يفض فكتب إلي قال لقد وجدتم على عادة سيئة ها وكتب عمر رسالة من عبد الله عمر بن الخطاب إلى الليل عبد الله إن كنت تجري بأمرك فلا شأن لنا ذك ما تجريش وإن كنت تجري بأمر الله فسيجريك الله قالوا يرمي ذيك البريات ما وردون من فرامات تلك الرسالة ومن ذاك القصة ربين جم مصر من هذه البدعة نعم إن شاء الله تبرك هذاك العالم الأخر ما تهدرش فيه على الكرامات هذاك العالم الأخر صافي نتكلموا عن الكرامات في الدنيا أما كنتمشي للأخير لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا كله عالم آخر لا يدرك كونها هو العقل ولذلك سيدنا عمر عنده الأمور العجيبة 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 في الأخير سعد بنو أبي القاصر من يمشي يفتح المدائن من يمشي في القادسية من بعد القادسية العديان باقين شكا ديجلة قالوا إما أنت خرجوا إجيوا عندنا ولا يمشوا عندكم قالوا روحوا عندنا أنتوما وهم ما عندهم لا سفون لا ولو لا سفون لا ولو فماذا قال قدم سلمان نجدر قالوا فدع الله سلمان قائلا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المدين يا فعال لما يريد نحن جندك خرجنا في سبيلك حولنا هذا المنش إن شاء الله تعالى الأرض يابسا قال بسم الله فدخل أول من دخل سلمان ثم ساعد بزوج خل قالوا نحن جعل فصاروا يمشون على الماء ففر أولئك فظنوا أن هؤلاء ليس بشارة هربوا غيرك عاد 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 شوف شو سي ضرب بك فيخرقوا العادة عاد مني الخرجو قال لهم ساعد وانظروا في متاعكم فمن ضاع منه شيء من متاعه فلو صحح نيته لأنكم إن خرجتم في سبيل الله لن يضيع الله شيئا ممن خرج في سبيل الله قال لواحد الرجال أنا ضاع مني مخيط يا قائد الجيش قال عد إن كنت خرجت في سبيل حقا قد يجيبوا لك فعاد إلى الشاطئ ووجد ورقة من أوراق الشجر تحمل مخيطها ودأت له هو أخذت ودأتها قالوا هيا الكرامات كثيرة جدا 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 جبلها 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 الآن أنا أبغي تغينا أن نوصل إلى الختام إن شاء الله تحش الختام الجيل هالشي اللي رحنا كنستمعه صحيح أو لي مش صحيح كل جو صحيح أحاديث صحيحة كلها أركض شو القرآن فيه آيات وأحاديث نبصص فيه أحاديث وكثير يعني بزاف والتابعين أحدث ولا حرج الأدعي واللي كيستجبه الله واحد مهم كلام لا ينتهي المهم الآن واسموا المقصد أننا نحن من هذا الشي المهم المقصد هناك من ينكر الكرامة يعني مرة واحدة وهناك زين زين ما يضخموا وإن شاء الله أقال الكرام ويشوفوا كذلك والذي عليه أهل السنة والجماعة واسموا أن الكرامة قد تحدث إذا أراد الله تعالى سبحانه وتعالى قد يجريها الله تعالى على يد عبد من عباده يجريها لكن المهم ما اسمه هو المهم ما اسمه المهم ما اسمه أن هذه الكرامة زين إذن هي خاصة باش بصاحبها لا يتعدى بل قد تكون فتنة الله فهي واسمية هي تسر زين ولا تغرب حال يقولنا ذيك المرة على الرؤية تسرك لأن الله يريد أن يثبتك ولكن أين يريد أن تغترى بها وتبقى عندهم تقولهم أطعر الشيو الله أظرني كل إلى إن شاء الله تبارك وتعالى أراني كذا أو طوالي ربي وحد نار تريك كما وحدها في العفا المهم آخر كلمة اللي نقول لكم في هالشيو اسمه هي أن الكرامة لا تفيد إلا صاحبها أو تغره تفيده إذا كان عالما يخاف الله ويعلم أن هذا بيد الله وأن الله يريد تثبيته في أزمة يمر بها أو أي أمر آخر من الأمور التي تعرض للإنسان أما يبقى يمشي يقولهم أنا شدت أنا قطعت إلا كد يقول أنا مشيت ثانيا علينا إحنا علينا إحنا علينا إحنا يبقى بنادم بنادم ما عنده الكرامات بنادم ما عنده الكرامات يقول بشينا عبدو إذا كنتم تريدون أن تقتدوا كما قال ابن مسعودي الرجل القرآن فاقتدوا بالذين ماتوا من أصحاب رسول الله فإن الحية لا تأمن عليه الفتنة قال لك راحبان واحد السيد راح يشوف والناس دال عليه التور راح يشوف كرامة طاقة روحية وفيش ديالة كي يقول هذك التنمية هذك واحدة هخليني بتنوي مني غلاط هذك اللي يقولونه التنمية شي رامض ظهروا هذول كيسمهم مدربين كوتش والفلوس والملايين والدرس كي يديرون عمسي ديب مئة الف اللوحد وقال هذي تغرب يا خدا الإسلام يحتاج من تنمية البشر أنا ميمانك بخوفك من الله الذينك لسان يحذر أسم الله هذرا يداوي بببببب بيدو هذرا يشوف هذرا يدير هذرا ولي الله قم شون دعيه ولي حتى هذيك المنت قد 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 قلوا أدعم عن الله السيد واغيني أنا هشي بختط غادي السيد غادي يشك في راسه قال ناس يقولوا دعم الله النهاري فايت على بيسكليتو ما أمر بذنه بقوله النهاري دعي معانا وانا شكولي دعي معاي أبا شكولي ذي النهاري مكلشي مصير لي مدهاش ورا يظل لي ديري أصلا اه احضر معايا نيشان عمر بن عبد العزيز كان يقول لمحمد بن الكدر إذا لقيتني فخذني بتلابيبي وديني ها وديني ورد يقول لي يا عمر اتقل لها فإنك غدا تموت أنا بنتكذب تكذب علي يا أمو على ربيش غدا تلقى الله اللي ما تقدرش تجيبنا على الدليل قدام سيدا ربي ولقد جيتون مونا كما خلقناكم وأول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم صحي وما معكم شفاء هذه إن شاء الله بغيت نكمل بها باش تعرفوا إلا تكلمنا اليوم على قضية الكرامة ما خصناش بشيب المسألة الخرافة السيد يقرأ مسكي غلايش باع باش يتخصص غفاء قيب مرضو واحد يقرأ دايش هذا قال لك نعس وكيفاق غي نعز وكيفاق قال لك ره يشوف واسم ره يشوف أولا هو ليرام يشوف لك كل شي غي يشوفاك لا مش السكانير فايت ليرام يدي لك كذي يقول لك خلاء ضر لال لك سوي عال لك كذي 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 كذر وكذر 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 جسل